اشتركوا في القناة هذا مرض ابتليت به الأمة في هذا الزمان ووالله ما يحدث هذا إلا بسبب عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى عدم مراعاة الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن الله مطلع عليه لا يعلم أن الله ناظر إليه بعض المتحرشين قد يبرر لنفسه هذا الفعل ويقول أن البنات تريد هذا الأمر البنات عوزة كده أو قد يقول مثلا أن البنات لبسها مش كويس بنات لبسها دي بنات لبسها كذا ولنفترض مثلا أن البنات وهذا والله عذر أقبح من زنب نفترض مثلا أن البنات لبسها ديق أو لبسها عاري فلماذا التحرش بالمحجبات والمتنقبات ماذا نسميه هذا هذا والله مرض نفسي بعض الناس من المتحرشين قد يبرر ويقول أن السبب في هذا سن الزواج قد تأخر المغالاة في المهور وغيرها ولكن أقول له والله إن المتزوجين لديهم أبناء والعياذ بالله ومتحرشين أيضا فليس هذا بسبب بعض الناس قد يقول أن هذا بسبب أن المرأة قد خرجت إلى سوق العمل ولكن أقول له فإذا كيف التحرش الذي يكون من خلال وصائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الانترنت أو من خلال الهواتف يكلم البنت بالساعة والساعتين يكلم أحيانا والله امرأة متزوجة بساعة وساعتين أين هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها هذا كله يحدث بسبب ماذا عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى والله فكان الإسلام قد حذر من النظر الحرام حذر من مجرد النظر ليس الكلام وليس اللمس وليس غير النظر حذر منه قل للمؤمنين يغضوا ايه يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عليه يا علي لا تدبع النظرة النظرة ده النظرة يا أخوان بس لأنه يقوله لا تدبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والآخرة ليست لك تدفعك إلى الحرام الآخرة بتقرشي ده وحده ده وحده صاحبة أختي ده وحده بنت عام لا هذا ليس في الإسلام ولا متخذات ايه ولا متخذات أخدان تحكي معك بالساعة ولتنين لصاحبه وصحبتي ولا متخذات أخدان هذا شيء قد حرمه الإسلام لأن هذا يؤدي إلى فعل أكبر نظرة فسلام فكلام فلقاء فمصيبة والعياذ بالله لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عدى التحرش من أربى الربى يعني إيه أربى الربى يا أخوانا يعني أشد من الزنا أشد من الزنا إن من أربى الربى استطالة المسلم في عرض أخيه إن من أربى الربى صلوا عن نبي من أربى الربى استطالة المسلم في عرض إيه في عرض أخيه المسلم يستبيح عرض أخيه يكلم هذا ويسلم على هذه ويجلس مع هذه وهذا كله والله خطأ وهذا كله والله لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اللهم اخفر لنا زنوبنا وإصرفنا في أمرنا ثبت على طريق الحق أقدامنا